قال الله جل وعلا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةِ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّنْ رَبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُهْتَدُونَ والصبر هو المرتكز العظيم في هذا الدين فلا دين لمن لا صبر له فالذي يدعو إلى الله يحتاج إلى الصبر والذي يعمل الطاعات ويجاهد ويتصدق فإنه يحتاج إلى الصبر وكل عمل صالح فإنه يحتاج صاحبه إلى الصبر والثبات والصبر ثلاثة أنواع صبر على طاعة الله وصبر عن محارم الله وصبر على أقدار الله المؤلمة فكلها لابد منها